أبلغت رؤساء الكنائس في القدس واللد ويافا والناصرة بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم دفع الدرائب العقارية الأرنونة للعقارات التابعة للكنائس في قرار غير مسبوق منذ احتلال فلسطين بلدية القدس وغيرها الذين كما يبدو لغرض في نفسه عقوب أرادوا فرض درائب الأرنونة على بعض العقارات التابعة للكنائس بحجة أن هذه العقارات تدر بعض الأرباح متجاهلين أمرين رئيسيين الأمر الأول متجاهلين تفاهمات الاستاتوسكوب الموجودة منذ قرون انخلت والأمر الثاني بأن نحن نتحدث عن نزل الحجيج التي تدر بعض الدخل للكنائس في حين أن الكنائس لا تحصل على أي دعم مادي من الحكومة الإسرائيلية فهذا الأمر فعلا مستغرب خاصة في هذا الطوق القرار الذي تسعى بعض بلديات الاحتلال لفرضه على العقارات التابعة للكنائس سيكون له تبعات خطيرة على وضع الكنائس المادي وعلى قدرة تشغيل الكنائس لمئات العائلات الفلسطينية الحرب الدائرة منذ عدة أشهر أثرت سلبا على حركة الحجيج والسياحة إلى بلادنا وهذا القرار يضرب المضروب أصلا ومن ممكن أن يكون له العديد من التبعات الوخيمة على الوضع المادي المضروب أصلا للكنائس في بلادنا وبالتالي يضرب قدرة الكنائس على تشغيل العشرات إن لم يكن المئات من العائلات الفلسطينية في البلاد نير بركات الرئيس السابق لبلدية الاحتلال بالقدس طالب لأول مرة في عام 2018 بالشروع بجباية أموال من الكنائس لتطال 882 عقار تملكها في شرقي وغربي القدس إضافة إلى مطالبته بوجوب دفع متأخرات مستحقة عن الأصول العائدة إليها بقيمة أكثر من 190 مليون دولار ومرت 6 سنوات ليعود رئيس بلدية الاحتلال الحالي في القدس موشيليون ويطالب إلى جانب رؤساء بلديات أخرى في الداخل الفلسطيني المحتل الكنائس بدفع الضرائب عن أملاكها ودفع المتأخرات المستحقة عن السنوات الماضية قرارات عنصرية وغير قانونية لبعض بلديات الاحتلال تستهدف الوجود المسيحية والكنائس وممتلكاتها في البلاد لانا كامل القدس